تعوني أرحب ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمود محيددين مبعوث الأمم المتحدة للتنمية زميل الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم والخبير الاقتصادي العالمي الشهير دكتور محمود أهلا وسهلا أهلا وسهلا حصلة البركة الله يبرك فيك يعني احنا قلنا فرصة جيدة ان احنا في واشنطن نلتقي بسيادتك والحقيقة الاقتصاد هو شغل الشاغل للجميع في كل المنتهيات حتى السياسية في القلب منها الاقتصاد لكن نحتاج إلى أن لا نغرق في تفاصيل وهو نمنمات فالشيطان غادر تفاصيل إلى العناوين الكبرى كيف تقرأ الاقتصاد العالمي كعناوين كبرى بمنظار تليسكوبي مرحبا بك يعني مرات أخرى وفقا للمقدمة اللي حضرتك تفضلت بيها نحتاج اليوم إلى ملائكة ولا شياطين حتى نخرج من الأزمات الراهدة في البداية والنهاية هي السياسة والأزمات اللي حراج ذكرتها هي الانعكاس الطبيعي لأزمة في الثقة كما يقول الأمير العام للأمم المتحدة أن العالم يعاني من أزمة ثقة وعندما تكون هناك أزمة ثقة ليس من المستبعد أبدا أن يكون هناك فائض من الأزمات لأن كثير من الأزمات الراهنة اللي احنا ممكن نتكلم عنها هتجدها أن حلولها ممكنة التمويل المتاح عالميا ممكن أن يوجه لها والتعاون الدولي من الممكن أن يتصدى لها لأن هذه الأزمات كلها لها الحلول الفنية والعملية المطلوبة لو برجع لآخر تقارير صدرت ومنها آخر تقارير منذ أيام من البنك الدولي عن أفاق الاقتصاد العالمي وأيضا التقارير المعدة لأنه وإحنا بنتكلم فيه تجهيز مهم للمراجعة السنوية لأهداف التنمية المستدامة في نيويورك بتتكلم على أنه هناك أزمة كبرى ليست فقط أزمة ديون ولا أزمة في تغيرات المناخ ولا أزمة في مسألة الاستعداد للتحول الرقمي والفرص والتحديات المرتبطة بالذكاء الصناعي يعني الثلاث مجالات دول ما بين الأزمة والفرصة لخروج منها ولكن التجميع النهائي لهذه الأزمات بيصب في واقع رقمي مؤسف وهو أننا في مشكلة كبيرة عالميا في مجال الحركة على مسارات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها السبع تاشر الشهيرة التي اتفق على أهميتها وأولويتها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة خاصة والأجندة دي صحيحة عالمية ولكنها موجهة على مستوى الأقطار بتجد أن كل دولة بما في ذلك مصر مثلا في رؤية 2030 كل الدول عندها مثل هذه الرؤى طيب أما تجد رقميا إيه اللي حصل في أهداف التنمية المستدامة ونحن الآن على مبعدة حوالي خمس سنوات فقط أو أقل قليلا من نقطة النهاية 15% فقط من هذه الأهداف في سبيلها للتحقق على المستوى العالمي وأكثر من 55% إما أنها منحرف بشكل محدود أو بشكل كبير عن جدة المصارات لتحقيق الأهداف الأسوأ من ذلك أن 35% من الأهداف أقل مما كنا عليه عند نقطة البداية ومنها أمور في غاية الخطورة الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة مكافة الفقر حتى يصل إلى الصفر على المستوى العالمي حصل تراجع في هذا الموضوع عندنا تحدي كبير في موضوع الغذاء ومدى سلامة الغذاء ومدى كفاية الغذاء وهذا الهدف الثاني من أهداف التنمية بسبب الأزمات المتنوعة حدث تراجع أيضا في الموجه للتمويل للتنمية البشرية بما في ذلك أهداف التعليم والرعاية الصحية ومع هذا كله هدفين حصل فيهم تراجع كبير واحد مرتبط بمدى العدالة في توزيع الدخل والثروة داخل البلدان المختلفة وهو الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة وأيضا بين البلدان المختلفة لأنه بسبب أزمة واحدة وهي أزمة الديون نصف الدول النمية هتجد متوسطات دخولها في تراجع عما كانت وتباعدت عن متوسطات الدخول في الدول الأكثر تقدمة نصف الدول النمية فهنا في هذه المشاكل التي نعرضها في أحوال كثير بشكل إحصائي ولكن ترجمتها على حياة الناس إنهم يكونوا أكثر فقرا مما مضى أو أقل تعليما مما يجب والنظم الصحية رغم ما تعرضنا له من جائحة مذكرة بهمية هذا القطاع لا يتوفر لها التمويل المناسب لو جمعت هذه التحديات ما بين أزمة نديونية تلتهم فوائدها فقط في البلدان النامية أكثر من 50% من الموازنات أكثر من 50% من الموازنات الأمر الثاني عندك أزمة في تغيرات المناخ التي كانت صداها في بلداننا العربية ودول إفريقية يعني إنها موضوع لا يخصنا وإنها مشكلة تخص الدول الأكثر تقدما أو أكثر داخلا ولكن انعكستها على اللي ممكن يزرعوا الفلاح في مصر أو في غانا انعكستها على اللي عايش في مناطق مشاطئة للبحار انعكستها على الناس اللي عايش في أماكن قرب الصحاري أو قرب الغابات انعكستها على الإنسان العادي في حياته عندما يجد الشتاء أكثر بردا والصيف أكثر حرارة كل هذه الأمور تحتاج إلى أن نعملها استثمارات وفقا لاتفاق باريس للتصدي لها